تنتشر بين الأسر وبين النساء وبين الناس في البيوت عن طريق الإنترنت دعوة إلى المظاهرات مظاهرات لأي شيء دعوة إلى المظاهرات والمظاهرات حرار ليست من دين الإسلام وإن ما هي من دين الكفار ليست من دين الإسلام في شيء لما يترتب عليها من الشرور فيها فوضى وغلغائية لا حد لها يدخل فيها من الأعدى والمنافقين من ينتهزها ويشفها وينفق فيها لأجل أن يشكت جمع المسلمين لأجل أن يضر بلاد الإسلام والمسلمين المظاهرات فيها سفد دماء فيها تخريب فيها فوضى فيها سلب ونهب يتسلط فيها قطاع الطرق يتسلط فيها السراق والعصابات العصابات المجرمة لسلب أموال الناس والهجوم على بيوتهم وعلى متاجرهم وعلى قرقهم البرية بسبب هذه المظاهرات المظاهرات تحدث الفرقة بين المسلمين تحدث البغضة بين المسلمين تشكت شمل المسلمين هذه بعض ثمار المظاهرات إذا أجازت المظاهرات أو أجازها نظام الكفار فإن الإسلام لا يجيزها أبدا ونحن مسلمون ولله الحمد فإذا أجازوها في نظامهم فديننا يحرمها ونحن مسلمون نأخذ بكتاب الله لا بقوانين الفرنسيس أو غيرهم الذين يحدثونها ويدعون إليها هم بين فريقين فريق الأول الكفار والكفار هم الذين يخططون لها وتنبخوا كلابهم في إذاعاتهم لتشجيعها وشب نارها بين المسلمين وإما كما ذكرنا من أبناء المسلمين الأغرار الذين غرر بهم ممن تلوث تفكارهم تغيرت ثقافتهم سمعوا هذه الدعايات العدل والمساوات والحقوق وما أسبح ذلك من الدعايات الباطلة نعم الناس لهم حقوق ولكن المطالبة بالحقوق ليست بالمظاهرات والفورة تضيع الحقوق ويضيع أكثر منها مع المظاهرات ومع الشغف المطالبة بالحقوق بالطرق الشرعية طرق الشرعية الترافع إلى المحاكم الرفع إلى ولي الأمر لها طرق شرعية أما بالمظاهرات فإنها تضيع ويضيع غيرها وهذا ما يريده الأعداء ترجمة نانسي قنقر